دي فتنة النهاردة عليها سود حلوين انا بحقد على جوزها ابن المحظوظين انا بحقد على جوزها ابن المحظوظين ايه ايه اه عليها جسم يودي مستشفى المجانين حيو معنا يا جماعة المزة الجامدة شرين ايوة ايه حيو معنا يا جماعة المزة الجامدة شرين لس انا بحقد على جوزها ابن المحظوظين بس خلاص ايه انت مش واسقة فيا من اول ما قلت مسكت المايك بتقول لي هتعمل مقدمة وحتحتحرجني قلت لها عاملك مقدمة خاصة عن كل الناس عملتلك اغنية خاصة عنك بتعبر عن الشر اللي جواي اتجاه جوزك يعني بصراحة المحظوظ واجه له تحية على الهوى يلا وارزاق هي ارزاق بسك 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 اه يا جماعة معنا النهاردة الممثلة الجميلة شريني الحاج ازاك يا شريني؟ انا كتير منيها انت كيف؟ تمام ايه رأيك في الاغنية؟ كتير حلوة بدي هيدا المقطع تحديدنا ايه اخبارك؟ ماشي الحال كله تمام؟ الحمد الله انا مبسوط اوي بالنجاح الاخير انا هتخل معك على طول في الجد اوكي بتاع مرحبة دولة كتير 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 يعني الحمد الله تعبنا ولقينا انت عارفة انه كان بيطلعلي على الفيد عندي يعني انا انت عندي على الاستجرام وصحابه بتاع كل حاجة وبشوف انك حتى بدأ يطلعلي اللي بعرف ان الحاجة نكحة منين لما لقي حد غير الممثل او غير صاحب العمل عمله شير وبيضحك كتير اوي كان بيطلعلي على الفيد احكيلي عن التجربة دي لك التجربة كله على بعضها كانت كتير حلوة اول شي فريق العمل كله قديم كاميرا وراء كاميرا كلهم عن جد بعقده نفسيا كتير كنا مرتحين فيه ضحك كان كتير على السات اوقات التصوير القصص المرحلة اللي كانت عم تطلع القصص العفوية اللي كانت عم تطلع والضحك اللي بتطلع كانت عم تبقى حتى بدون بعض المشاهد والمواضيع اللي كان عم يطرق للكاتب دقت كتير بالعالم يعني لمست العالم بمحل عملوا مع القصص اللي هني عم بتصير معهم وعرفت انا كمية النجاح اللي نشحوا هيدا العمل لو بثمان حلقات كانوا قليل من كمية الانستا دايريكت اللي وصلت لي انا من بعد ما خلصنا عن عالم عم بيقولوا لأن احنا باخر المسلسل حطينا في جزء تاني فعم بيقولوا اذا بتكن افكار للجزء التاني نحنا عم بيصير في عنا كتير مشاكل بمنطقتنا مع الدولة نحنا مستعدين نحكي عنا يعني دوعوا هالموضوع دوعوا هالموضوع حكوا عن هون شو عم بيصير وهون شو عم بيصير كميات رسائل مهولة يعني قديه حلو ان العمل يبقى كوميدي وفي نفس الوقت ورا هدف او ساخر من المقاس اللي احنا بتحصل في بلد او بتحصل في المواطنين انت شايفة ان انت كده مش ده مخاطرة ان كنت تعملي عمل كوميدي وفي نفس الوقت بيخبط شوية في الدولة وفي السياسة وبتاع مش مشيش ده خطورة؟ مش رح كذب بالاول اول شي وقت عرفت شو الموضوع مضبوط طبعا لهايدا سألت ضغري الاشخاص المعنيين انه احنا محميين احنا في عنا دهر يا جامي ولا بدنا ننلقى انا كمان عايز اعرف هم محميين ولا لقى عشان ايه انا بشيرين صاحبتي جدا فمش عايزة اتبر معاك في اللقاء كلمة انه حمد الله ومجرد ما انه الرأي العام معك انت كسبان اردي بالقضية واكيد انت اي رأي عام بيشوف مشاكله بتنترح صح في عمل بيناقش المواطن العادي هيبقى معاك واكيد انت في الاول ما تعرفنا على بعض يا جامعة عايز اقول لكم على حاجة مهمة جدا انا وشيرين اشتغلنا مع بعض مسلسل اسم وروح تمام فهي في اللوكيشن طبعا اول يوم شغل انت عادتا لما تلقى في واحدة حلوة قوي زي شيرين كده اللي بحقد على جزها بيبقى الموضوع ايه بتبقى اول ما بتشوف الواحدة الحلوة دي في اللوكيشن بتبقى واخد جنب خايف حلوة قوي تفرجوا يا جامعة عودة دي كانت اول مرة قابلها يعني انا معرضا اول يوم عشان تبقوا عارفين بس الدماغ رحت فين ما عرفهاش يعني دي واحدة دي الصور لقيتها ببعتتلي على الواتساب ودي واحدة ما عرفهاش انت متخيلين يعني انا عايز اعرف ايه ده انت متعرفيش شخص كنت هنا ما عرفش بعض صح انت ما كنت تعرفني انا كنت بعرفك بس احنا ايه انا كنت بعرفك انا وعينتي كلك كنا منعرفك كلنا صوتنيلك وهي دول كلهم بدي حق منك هلا دلوقتي؟ يعني كلنا وقتا كنا اول سيزن ستار اكاديمي عم نحضر كنا كلنا مغرومين بحدا اسمه محمد عطي انا لو اعرف ان انت مغرومة فيها وانو ستار اكاديمي كنت انسحت و جيت على عندك على طول يعني بصراحة كنت الحقت قبل اللي حصل ده البنت اتجوزت يعني فمش عارف اعمل ايه بس بجد اوان انت حلوة برضو مشكلة صعبة حتى وهي بتهزر حلوة نعمل ايه في الموضوع ده؟ بجد انت عارف انا كان وزني هنا كان في المسلسل ده دلوقتي في ده؟ ايه كان 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 وصل حاجة او الستينات انا اصلا حاجة وتمانين حاجة وتمانين اه بس هنا عشان الدور انت عارفة الدور مئة بالمئة ايه فكان لازم اضغط اخص جدا ايه؟ في واحدة رفقتني هنا في البرنامج اسمها ساندرا اوكي غالبا بعد الحلقة بتاعتك هتقتلني لان يعني هتقتل هتقتل عندك اه صحيح يا جماعة عشرين ابليس العلاقات شيطان العلاقات ايه اول ما اكلمها الصبح تمانية الصبح عشرين الحقيني بتنزل تقولي ايه بريكا بقولها اقوم نازل ثلاث يام اقلاقي اللي كانت معايا رجعتلي بتعرف الحاجات دي ازاي؟ بجد الشر المطلق انك تجيب البنت على وشهادة ازاي؟ البنت تفهم البنت البنت بتعرف البنت شو بتفكره كل شغلة انتو ما بتفهموها متل ما احنا ما بنفهم القصص اللي انتو بتعملوها انا بقدر افهم هي شو عم تعملو وشو بدا بالمقابل يعني شو بتقولو شو بتقصد بس انتو بس بدو حدا هيك يدويلك كان عليهم انا كنت دوي عليهم انت عارفة ان ولا مرة النصيحة بتاعتك طلعت اوت؟ ولا مرة اينو كانت تقولي الحاجة جماعة لا لا مستحيلة يعني معقول حترجع وكنت اعطيك وقت اه وتنتراهن تقولي اراهنك اديها بس اسبوعين اناه قبل الاسبوعين بتتصل هلا ما تفوت بقصة الريهنة يعني كسبين كتير ريهنات وانت مش مسدد داينك لا طب لو كده بقى لا السواني بقى السواني بقى يعني انت عايزة ايه من دلوقتي انا عايزة اعرف انت عايزة ايه؟ هلا بس تسدد الريهن طبعك او انه تجو ايزي عن مي بالقصص اللي اديك طيب انا هقولك على حاجة عادة في اشاعة مش مريحة هلا والله جاي معادي خالص في اشاعة ايه؟ بتقول ان دايما البنت الحلوة الايكيو بتاعها بيبقى قليل فدلوقتي انا نحضر لك اسئلة ايكيو ايوة وانت اسئلة زكاء ما فياش معلوقات عامة اسئلة زكاء وانت دلوقتي بتحملي راية كل الستات الحلوة في الكوكب هتثبتي زكاة المقولة دي صح ولا غلط فهسألك طيب هسألك اسئلة والله هي اسئلة زكاء هم خمسة هنشوف الايكيو واصل فين طيب ايه الاتقل كيلو الريش ولا كيلو الحديد هلا منطقيا هن كيلو بكيلو بس اذا بدك انقس مظبوط انزال عكاب البنايه وخليني كبقى لك كيلو ريش وكيلو حديد ليه يا شلين يا حبيبتي لسه بقول انك على موم لاجابة صح اول واحدة يا جابة صح ماشي وفي واحدة ماشية في الشارع اوكي معاها راجل قالوا لها مين ده قالت لهم ملكم ومالي تمام اخو مراتو يبقى خالي اخو مراتو يبقى خالي يبقى مين الشخص ده للست دي عايزين اجابة ثريعة الايكيو لازم ايه لعد كده مناش دعوة احنا دلوقتي انت بتدفي عن كل امرأة جميلة في هذا الكوكب اخو مراتو يبقى خالي يبقى الراجل ده اقرب لها ايه اخو مراتو يبقى خالي ات 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 ازاي نقدر نجمع سبعة وتسعة ويطلع نتيجة اربعة سبعة وتسعة وتطلع نتيجة اربعة ههه شهت واضح يا جامعة انه ماقولة صحه وحنكسب احنا الرجال هنكسب غيره غيره طيب عصفورين ورا عصفور وعصفورين قدام عصفور وعصفور وسط عصفورين كم عدد العصفير اه تاني عصفورين وراء عصفور وعصفورين قدام عصفور وعصفور وسط عصفورين عندنا كم عصفور عصفورين قدام عصفور وراء عصفور عصفورين وراء عصفور وعصفورين قدام عصفور وعصفور وسط عصفورين عندنا كم عصفور ثلاثة آه يا بنت اللزينة آه يا بنت اللزينة ده أنا الصبحة قريتها قد عملت دغط من السؤال وأنا بسها دلوتي تعبت أصلا فيبقى اخر سؤال وده اللي هيحدد جاوبتيه يبقى المقولة غلط ما جاوبتهوش يبقى المقولة صح وخد بالك فيه بلد حلوة معنا في الستوديو ومستنيين لك على غلطة دي سندر اللي بتشويرلك دي لع الشمال تمام احمد عنده خمس اخوات ايه كل واحد من اخواته عنده اخت واحدة كم عدد لاخواتك كلي واحدة تاني احمد عنده خمس اخوات اوكي كل واحد من اخواته عنده اخت واحدة يبقى كم عدد لاخوات باللغة العربية احمد له خمس اخوة ايه كل واحد من اخواته له اخت واحد كم عدد لاخواتك كلي شلين تاهت يا جماعة تبقى المقولة صح للأسف المقولة صح وستات الجميلات جميلات خلاص انا شفت كفة لا كفة كفت الستات الجميلات شفتك على الكادر ما قدرتش اكمل القلب مش مطوعن اقول اي حاجة وحشة بص ست اخوات بص شكلك في الكاميرا عامل ازاي يعني انت عشان تعرف انت عاملة فينا اين احنا الرجالة بنعاني من اللي زيكم فياريت تراعو عصابنا بس برجع بذكرك اتنين تلاتة ودي اسئلة اقتزكاة ما فيهاش اي حاجة لعبة بالالفاظ بس لا ذكرك بحث في عاملة لعبة واحدة وصداقتنا بتعتمد على هاللعبة اللعبة الوحدة دي اللعبة الوحدة دي علينا يعني انت حتقولي حاجات حشحرك كمان شوان طيب عايزك دلوقتي تقوليلي انت درس اخراج وتمثيل خلاص حدك في اسئلة عادية هوا بناخد بريك مش واسقة في لا والله ليه ما انا غدت لك غنية في الاول طيب قوليلي ايه تدرس اخراج وتمثيل صح صح ليه ما فكرتش تخرجي او انت يعني ايه فكرة ان تدرس اخراج وتمثيل هل حتنرسل اخراج في وقت من الهوقات اللي هو اصلا مش في مخططاتك ولا هو بتدرس الاخراج عشان الممثل لازم يبقى مخرج المخرج دراسة الاخراج بتفيد الممثل هلا اكيد دراسة الاخراج دراسة حتى المسرح الازاعة كل شي هيدول كلهم بيدبعوا بعضهم خليكون الشخص اللي عم يدرس تمثيل في عنده فكرة ونصيو عن هيدول كلهم بس انا ما حبي تفوت بالاخراج لانه ما بحس انه انا بقدر اثبت ورا الكاميرا انا ما بحب يعني متل ما بيقولوا انربز او انه انضبط بمحل معين ورا الكاميرا مع انه كتير مرات بيجع بالي وقت اكون بسات انه طب ليه ما بكون انا مثلا عم بشتغل ورا الكاميرا هلا ومش مضطرة اعمل ميك اف وقلبس واتحضر ويكون في عندي هيدول سنة طب ليه ما تعميش لتنين ما بعرف ما فكرت فيها ولا مرة ولا مرة خصوصي تحديدا اخراج يعني طب ليه دراسة بعدها اللي عايز عارفة دراسة اخراج طالما انت حاسها او اللي هو عشان يفيدك كتمثيل كممثلة هن كانوا مع بعضهم يعني الكورسس كلهم كانوا مع بعضهم الفتفى انه هن كانوا اخراج وتمثيل مع بعضهم اوكي انت قوليلي بقى ايه العمل من العمل اللي انت عملتيها اللي حس انه هو اقرب حاجة انت حبتيها يعني انت الدور ده لو اتعرض عليكي مية مرة هتعمليه المية مرة والدور اللي انت لو اتعرض عليكي مية مرة مش هتعمليه تاني من اللي انت عملتيهم ولي صراحة من غيره دولة لأنه هيدا الدور أنا كتير حبيته لأنه يمكن حبي الأجواء لأنه كمان أنت ده أنت بتهزاري محدش عارف الكلام ده الدور اللي برجع بعيده مسلسل اسمه أقل من عادي أقل من عادي لأنه الكراكتير كتير قريب مني من كل بنات وفيه صراع كتير قوي عم بتعيشه بين أنه بزا تكون حدا كتير منيح بس أنه هي كمان كتير مدللة وعم بتكسر كل شي عم بتدق فيه فالكونفلكت كان بهيدا الكراكتير كان كتير قوي فهيدا بتخيل برجع بعيده ويمكن هلأ إذا بنرجع من عيد تصوير المسلسل عن جديد كمان بعمله بطريقة بعد أحسن الطريقة اللي عملته قبل تعرف أنه بس رح ونت بتتكلمي في شكلك صح؟ يا له طيب دلوقتي قوليلي طيب الدور اللي لو اتعرض عليك تاني مستحيل تعمليه لأن ساعات بيجينا إحنا أدوارك ممثلين بيبقى على الورق حلو ونقران مبسط ننفزه يطلع حاجة ملهاش علاقة خالص باللكتب دور اه فيه دور أكيد أنت لما بتشوفيه بتقولي أنا إزاي إيه دا أنا عملته ليه فيه أدوار أدوار واضح أن الغلطات كتير فيه أدوار لا أكيد فيه دور يعني أنا مثلا فيه دور أنا عارفه عملته والله لو دلوقتي عرضوا علي مليون دولار لا مليون دولار ممكن أوافق لو عرضوا علي عرضوا علي تاني بدون أرقام مش هوافق مستحيل فيه كذا شغل براسي تسميلي تسميلي اتنين طيب دورين اتنين اه باش عادي محدش هيزعل دور مرتحتيش فيه اين المشكلة اوكي اه دور مسلسل فيلم بينعرض اسمه اند اكشن بينعرض دلوقتي من زمين كتير وبعضوا لليوم بينعرض اسمه اند اكشن اسمه اند اكشن اوكي مبعيدة ابدا اوكي اوكي اعرف من الدقيق انا هاخد الحاجات معلومات دي واروح اتفرق بالبيت واخد سترينشوت وازلها بيهم كملي ها ومسلسل اسمه ظل ظل؟ ليه؟ هل الورق من الاول وحش ولا انت كنت عملتين اهم اصلا انتش مقتنعة؟ اه الاجواء كلها طبعا الشي اللي انشغل ما كانت حلوة ما كان فيه طريقة ما كانت عم تندار بطريقة بروفاشنال يمكن يمكن لو هيدا سكريبت موجود مع معنيين اخرين عالم معنية تانية عم بديروها بطريقة شوي بروفاشنال اكتر مشدود العمل كله اكتر يمكن كان بيطلع غير نتيجة برجع بيقولك انا عم بحكم على هيدول العملين مش لانه ندماني اني صورتن بس يمكن لانه انا ما كنت مرتاحة ابدا انا وعم صور ابدا ابدا اه يعني بتفرق فعلا ان الفناني بقى في وسط كروه وبيحبه اكيد صح غير كروه اجواء ما ضروري تكون متصاحب مع الكل ومترافق مع الكل بس على القليلة ما يكون عندك هيدا شعور انه بكرة في عندي تصوير او انه خلص يلا بليس صوروا هالمشهد بالدفل والصفلو انتو بقوله وجه الضوء اخر همه بس مسلسل ظلنا عارف انه هو فيه قسام كبيرة قوي صح ازاي انا عم بحكيك على شيء برسونال يعني شيء شخصي لقلي انا صار معي اه حاجة خاصة بك صح خاصة بالكواليس ولا خاصة بالدور بالكواليس بالكواليس حلو اوي احنا اخذنا كده منها معلومات نققعناها وسط الناس وده كان الغرض من المقابل احنا نققعها مع ناس شر فيه شر ارجع بقلك صدقتنا بتعتمد بعض هذه المقابلة اذا بتكفيه او بتنقط لا لا حقولك على حاجة هنلعب لعبة دلوقتي حببين مدى معرفتي بيكي كشخص انا ما عرفش لسا هنتدربها مع بعض اوكي هتلاعلك على الشاشة هنا اوكي اختيارين اوكي انا قبل ما تقولي الاختيار هكتب اللي انت هتختاريه واعرضه للناس واشوف انا هم تسعى عسئله اوكي لو عرفت خمسة منهم انا هحكم عليكي اه لو عرفت تقلي من خمسة انت هتحكم علي اوكي تمام بس ما تجاوبيش غير للمكتب اوكي يعني ما تجاوبيش الاجابة هنا غير للمكتب تمام يلا يا جماعة نبدأ مع بعض عادي الامام وليها ثانية واحدة ما تبصيش ما تطلعي لا اه ما تطلعي فش راح تشوفي راح اشوف شو هتشوفي انا هكتب ان اجبت ليها بتوقعت الاجابة مين عادي الامام تمام اللي بعده اه ابروس ولا باريس ثانية واحدة بتطلع بلاش سرقة بلاش سرقة يلا قولي ابروس تمام اللي بعده قطط ولا كلاب ثانية واحدة بالانجليزي كات بيرسن او دوت بيرسن هنعمل نفسنا اجانب كلاب ولا قطط كلاب اوكي اللي بعده صيف تمام تمام اللي بعده بجد انا معرفش بستني بجد انا معرفش يعني انا الاتنين موجودين و انا معرفش بس يعني الاختيار صعب اصلا بالنسبة لنا حتى كتمثيل ده صعب مين جوني جوني داب اوكي رغم الراجل ساخد اسكر الراجل ساخد اسكر راجل ساخد اسكر بس تمام مش مشكلة يا جماعة طيب اللي بعده انغام ولا شرين ثانية واحدة ثانية واحدة بجد برضه معرفش والله يعني فيه واحد بس اللي كنت متأكد بتاع الصف والشت بس ده انا معرفش خطي ما شاء الله يوديني الحبس شرين اوكي اللي بعده شو كلهم جوابون صاح جيم ولا نوم ثانية واحدة برضه تروح الجيم ولا تنامي في السرير وتكسلي ها نوم تمام اللي بعده مناقيش ولا كرواسان استاني ثانية واحمد كرواسان اوكي خلاص كده ولا فيه حاجة تانية وماكايم سؤال كده اوه دي اخر حاجة عبدالحليم حافظ ولا فريد الاطرش ها عبدالحليم عبدالحليم انت عارف انا جوجت كام صحة من التسعة عندي شيك حاسيتك كتير عندك ثقة بحالك يعني التسعة تنصح تمانية تمانية شو اللي بلبت فيه دي اقطعات اننا لعبت اللعبة دي مع ضوف كتير ايه الكرواسان المناقيش اللي معرفتهاش بس لعبت اللعبة دي مع ناس صحابي قوي اقصى حاجة وصلت لها خمسة معاك جبت تمانية من تسعة كتب مفتوح كتب مفتوح كتب مفتوح عرفك حفظك فدلوقتي حكم عليك حكم عليك حكم عليك ببصي ليه هحكم عليك عادي هم ترجع بتتزعز على الساقة بيناتنا ليه هحكم عادي على فكرة طب تعرفت ان انا كنت متوقع ان انا ايه محاجيب اربعة مثلا معك نا اولو يعني مثلا جوني ديب كيليان ميرفي انا قلت انت هتختاري كيليان معرفش اللي كتبت الوقت جوني جوني ديب طيب ممكن كنت عم تشوف عيوني عشو عم بيروحوا لا والله لا من بارح و انا عارف الاسئلة انا عارف الاسئلة من بارح كراجل يعني بيقدم برنامج جدا اي عارف الاسئلة بس مش عارف الاسئلة مش عارف الاسئلة اللي وحيدة اللي كنت عارفها ومتأكد منها الصيف والشتر والجيم والنوم دي يا جماعة ممكن تعملوا فيها اي حاجة ومتقومهاش بالسليل بتعب النوم اوكي عندنا حكم عشان بعد ذلك هنروح للمطبخ وناكل اوكي عندنا حكم يا غني وترقصي يا تغني انت اختاري مين يغني وقرقص ومين يغني شو؟ انت تغني وأنا قرقص او انا غنيه؟ انا مش حرقص اكيد ايه يانا اشتقتنا يااني اتغني ايه انا اغني انت ترقصي او او نغنى نونت القنوة او نكونige اه في غنوة انا وهاية قنحبها طب لوك عارفت لقود بفكر فيك هيا عارفها واللوقات بفكر فيك ترباني عليك مشغول وأنا بدأ صعب عليك حNG وانا بكتب لي الكلام بعيدة عن عيني ويا عيني ما غيري ومش مبسوط قضي يا عمري يا عمري وحبك حبي مش مشروط يا جماعة طبما البنت زي الفل طبما انت هو تمام انت ما عارفتش الاجابات للفوزير صحية عايزت عارفهم ما عندكيش فضول تعارفهم طيب الاخوات اللي هم احمد عنده خمسة وكل اخت وكل اخت عندها اخت واحدة ستة اخوات بتاعة العصافير منت جوابتها صح تلات عصافير والريش والقطن والريش والحديك جوابتها صح الفتاة اللي اخو ابوها اخو جزها يكون خالها اخو مراته يكون خالها اخو مراته اخو مراته اخو يعني باباكي اخو مراته يبقى خالك صح ولا غلط ايه طيب هو ببوها و 7 و 9 لما نجمعهم مع بعض يبقوا أربعة في الساعة 7 و 9 يبقوا أربعة الساعة لما يكون الساعة 9 الصبح ونتبه فعليها 7 تبقى الساعة كام أنا مالي أنا مالي تبهدلنا من ورها الأسئلة تبهدلنا من ورها الأسئلة مش تبهدلتها تجأ سئلة زكاء طب أنا عندي سؤال إليك عندك سؤالية؟ ايه؟ ما تعلح هاش بك انت عارف انا بحبك اشريك وانا بحبك قد الدنيا طب عايزة ايه مني؟ لا لاش احراج انا مفروض اه؟ عم تتذكر تعب ببنزين ولا بعدها عم تنقطع في سيارتك؟ يا دنيل على الفضايح وعلى سنين السودا اشوه؟ تعرف اقولك على حاجة؟ اه؟ امتين اخر مرة انقطعت فيه؟ مربعة ايام وانا جاء على التصوير انا عارف وانا راجع مع التصوير ما بعرفش ليه؟ لا بتعرف تعرف ايه لاني بأجل دايما حاجة لاخر اللحظة حتى اقام المذاكرة صح طب انت فاكرة في التصوير ايه؟ اول مرة اني بقى اصحاب قوي روحنا دورنا على انا وانت لفنا المكان عشان نجيب حاجة كانت ايه؟ ايه؟ لفينا المكان وملقيناش ونروح مكان تاني حاجة بناك حاجة الكنافة كنافة خل روح تانا وهي قلت لها طب بمنازمة الاكل اي تعالي بقى نروح يلا